موسيقى البناء والسيدات الذين لديهم مشكلة بالنحافة المفرطة ماذا مهم واذا تنصحهم دكتور؟ يأخذوها لأنه سبيلولين تزيد في الوزن نعم فالسبيلولين تعطينا الحجم المناسب يعني ترجع لنا الحالة الطبيعية ولكن في الكتلة العضلية هذا الشيء الذي أريد أن نسألك هي ما تزيد الشحمة لأنه يمكن أن نسألك الاندس مثلاً دوماس كوربوري يمسي الذي يحسبه على الاختصاصين لكي يعرفوا ما يغالب في الجسم وماذا العضلات وماذا نسبة الشحمة أو الدهن في الجسم وماذا نسبة الماء فالتالي هي صحيحة تزيد في الكتلة العضلات في الماس مسكولي الاكتين والميوزين والبروتينات تقوي منهم هذا الاسبيلولين وكتزيد فيهم وكتزيد من الكتفة وهكذا تعطينا إذا نرجع للسيدات التي لدينا حافة المفرطة يستعملوا الاسبيلولين ويأخذوها والجديد في الاسبيلولين كذلك أننا الاسبيلولين تجمع من الحلاوة ترفع علينا المفعول لها في عشرة المرات ولكن نحاولوه كنعرفوه من الحلاوة الطبيعية كنبدوه بالفواكه ومن الأحسن إلى توفر عدنا العسل ولكن ما نقولوش لغير الرسل لغير الرسل مع القادية العسل لغير الرسل لغير الرسل لغير الرسل نشوف لكم بخيمة كيف حال فيه وش فيه يعني فيه 300 ميلي جرام على حسب كل الشركة وشنا هو النوع ديال أو الكمية أو الطريقة كيفاش كيتخذ هادك المادة ديالها بعض الناس اللي كي يستمعوا لنا خارج أرض الوطن فهنا عندهم قابلة أنها تكون بودرة فهدي جميلة جداً وهنا كذلك رأى كين بعض المحلات اللي كتبيعها في شكل بودرة نتخلنا نعم غير عافكم نركزوا على أننا ناخدوها من بلاسة آمينة فكيم ما كان قلوه الصيدليات شي بالصيدليات وخاصة هاد المادة هدي اللي هي عبارة على طحاليب وهاد هاد 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 النوع هذا ديال المواد لما كانش يعني كيم ما كان قلوه احنا مجفف مزيان معقم فكيم كان يأثر الصحة ديالنا فناخدوها من الصيدليات شي بالصيدليات إلا عندنا الغبرة فهو جميل جداً إلا كنت عندنا الغبرة ديالأسبيغيولين غادي بناخدوه نص معلقة صغيرة ديالأسبيغيولين وكنديروها في كاس كبير ديالعسير البرتقال وكنزيدو عليها قريصة صغيرة ديالالقرفة نعم فالسينامال اللي هي المادة اللي عندنا في القرفة كترفعلينها من الفعالية ديال هاد المادة هدي ديالأسبيغيولين كذلك وهذا المشروب كنشربوه نص ساعة بعد الفطور وكندومو عليه دائما فما نقطعوش هذا المشروب هذا نقدروه نشيو بيحتل ثلاثة أشهر فهو جيد جدا للصحال زيادة الوازن كذلك احتلت تصفية دي الجسم من السوم واش الناس اللي كي يعانيو من داء السكاري ديابيتيك مهم ياخدو سبيرولين وعلاش واش أيضا الناس اللي عندهم مشكل دي الحساسية دي الأنف وخصهم ياخدو سبيرولين وعلاش نعم فالحساسية دي الأنف كنعرفوه أن هضرنا على المناعة والحساسية هي نوع من الخلايا المناعتية اللي هماليزيستاميل اللي كي يكون كيتفرص بواحدة الكترة كبيرة وهنا مني كننخدو سبيرولين فالمناعة دينا كتحاول أنها تنقص لنا هذي كيميات دي الهيستاميلات اللي كتكون عندنا فتات فالناس اللي عندهم الحساسية ممكن لهم ياخدوها سواء الألف أو حساسية التنفس كذلك مهمة جدا هذي المادة هذي بالنسبة للناس اللي عندهم نفس الطريقة دكتور دائما لمدة شهرين إلى ثلاث شهور نعم شهرين في اليوم دي القرام في اليوم فهذه هي القيمة اليومية إذا مني كنقولوا قرام لأن الإنسان غيقول لك أنا باش غنعرف القرام القرام غادي تشوفوا مع الصيدالاني مع الفاغماسيا غادي تشوفوا على حسب وش غتاخدوها حبوب أقراس أو تاخدوها بودرة وهو غيقول لكم بالتالي وش غتدروا مثلا مع القاة صغيرة في النهار جلدك للبودرة أو أكثر بالنسبة للناس اللي عندهم داء السوكاري داء السوكاري هنا عندنا في لاسبيغولين ما يسمى بالفيتانسيد فالفيتانسيد هي عبارة على واحد المكونات اللي كتوازل لنا الإفرازات ديال الجليكوز في الدم وكتكون فيها أو كتأثر لنا كذلك حتى على التنظيم ديال الإنسولين فإلا كنا قد ناخدو لاسبيغولين فماشي غن ناخدو لاسبيغولين وقتعو الدواء إلا فهذه ناخدو لاسبيغولين ونديرو الزردة نديرو الزردة فالسبيغولين تساعد مكمل غذائي لكي عاون ويحسن من الجودة الاشتغال يعني الإنسان يحافظ على الحمية دياله والناس اللي عندهم داء السوكاري ولكن كمساعدة لنا غات وازن الإفراز والمستوى ديال السكار في الدم ياخدو لاسبيغولين ويدوموا على الحمية ديالهم شحال دلوقت؟ الوقت أنهم ياخدوها يديروها شهرية شهر لا يعني ياخدوها يعني في العام عندنا 12 شهر غير ياخدوها ستة المرات؟ ستة المرات نعم بوتيرة شهر كل مرات؟ نعم شعر ديالراحة شعر ناخده في اسبيغولين وشعر ديالراحة وندوموا على هذا الاسبيغولين هذه الناس اللي عندهم داء السوكاري الله يشاف الجميع لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة